أهلا بكم في النشرة الاقتصادية أقرت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية توزيع أربح نقدية على المساهمين بنسبة 45% أي ما مقداره 45 فلسان للسهم الواحد من رأس المال الصادر بمبلغ يتجاوز 7 ملايين دينار ووافقت عمومية تسهيلات على ترحيل مليون وخمسمائة دينار إلى الاحتياطي العام وتدوير أكثر من ثمانية ملايين دينار أرباحا مستبقات مرحلة كما اعتمدت العمومية توصية مجلس الإدارة بإصدار سندات جديدة تصل إلى عشرة ملايين دينار مع تحديد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة وقد أكد رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن فخر التزام الشركة بمواصلة أدائها القوي وتحقيق المزيد من النتائج الاستثنائية في المستقبل المنظور لأن الاستثمار في الهومن رسورس هو أفضل استثمار هو الذي يمكنك من استمرارية في العمل وشيء الثاني أننا قاعدين يعني حطينا من ضمن الاستراتيجية هذه المحاولة ودراسة التوسع خارج البحرين ما زلنا في طور الدراسة إلى الآن يعني ما في عندنا 2015 كان عام جدا ممتاز لشركة التسهيلات استطعنا أن نحقق أرباح استثنائية وهذه الأرباح كلها ناتجة عن العمليات التشغيلية جميع أنشطة المجموعة جميع الشركات الموجودة في المجموعة استطاعت أنها تنمي صافي مدخولها مقارنة بنفس الفترة العامة وفي نفس السياق اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين الوطنية القابضة توصية المجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المدفوع أي 20 في السن لكل سهم بمبلغ يتجاوز مليوني دينار وأقرت عمومية الشركة تخصيص مبلغ 20 ألف دينار للأعمال الخيرية وتحويل مبلغ مليون وأربعمائة ألف دينار إلى الأرباح المستقى كموافقات العمومية على تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي لسنة ألفين وخمسة عشر وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن عام ألفين وخمسة عشر وكانت نتائج الحسابات الموحدة للمجموعة لعام ألفين وخمسة عشر أظهرت استمرار النمو وفي إجمالي الأقصاط والأرباح الصفية ترجمة نانسي قنقر